ازايكم عاملين ايه? درس جديد من كورس نسب جسم الانسان. نهدا هنتعلم ازاي نرسم طفل وطفلة بنسب مزبوطة. استنوني ارجع لكم بالتفاصيل. بس ما تنسوش مش عمس او اسكرايب للقناة يعمل. ولايكوش للفيديو. وفعلوا الجرس عشان يسل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة. كنا اخدنا قبل كده في كورس نسب جسم الانسان الجسم الرجل لجسم المرأة. النهار ده هوريكم الفرق وازاي نعملهم في موضوع واحد مع بعض. طبعا احنا بنستخدم مسارة الدوائر او اي حاجة دائرية. طيب احنا هنا استخدمنا مسلا في جسم الانسان الكبير سواء المرأة او الرجل دائرة مسلا ايه اس 12 ونص زي ما انتو شايفين كده. لما نيجي نستخدم نرسم اطفال لازم نصغر الدائرة بحوالي مسلا دركتين او اكتر حسب الطفل يعني صغير ولا كبير. مش شرط طبعا مسارة الدوائر زي ما قلنا ممكن استخدموا اي عملة معدنية او غطأ زيزة او اي شكل آآ دائري. اهم حاجة ان الدائرة اللي هنستخدمها في الراس هي هي اللي بنستخدمها لباقي الجسم. وزي ما بنأكد دايما الدوائر ما تكونش متقطعة ولا تكون بعيدة عن بعضها. اما بينها تماز بس. طيب جسم الطفل عبارة عن ايه? عبارة عن دائرة للراس وخمس دوائر. احنا كنا بنعمل في الانسان الكبير ستة. لا. اولا هنختار الدايرة اصغر. اه تاني حاجة هيبقى اه خمسة بس مش ايه? مش ست دوائر تحت الرأس. ما ننساش خط المنصف اللي هو بيزبط لنا ناحية اليمين زي ناحية الشمال. هعمل كمان نفس الشكل كده عشان او هنرسم ولد او هنرسم بنت بنفس الطريقة كده وكلهم بسرعة. انا حبيت ان انا عملها لكم جنب الشخص الكبير او الرسمة اللي رسمناها المرة الفاتب عشان تشوفوا الفرق وتشوفوا الحجم وتشوفوا كل الكلام ده كله. واللي اول مرة يتباني نزل درسين عن الموضوع ده. طبعا الرسم ده هيبقى مفيد لاي حد بيرسم اي موضوع رسم. وكمان للقدرات او لتصميم الازياء. طيب الولد هنبدأ ناخد اي اول دايرتين ده هيبقى الجسة او الجسم من فوق بتاع الولد. هنبدأ بقى نرسمه زي ما رسمنا في اول درس. هنعمل بقى نرسم له لبس اميس لبس تي شرت اللي احنا عايزينه. قلنا تفاصيل اللبس دي بترجع لكم ده. اللي ما شفش اول درس لازم يشوفه عشان يشوف احنا بنحط التفاصيل ازاي ونرسم البنطلون والتنايات وكل الكلام ده هتلاقوه في اول درس اللي هو درس رسم الرقم. زي ما قلتلك كمان الكورسي مترتب على بعضه. لازم تشوفوا دروس بالترتيب. ولو حابين تبعتوا لي تطبيقاتكم هتلاقوا اللينك في الديسكرايب تحت الفيديو. تداروا تبعتوا عليه كل التطبيقات اصلح معاكم لو في اي غلطات. خدنا برضو في اول درس لو حابين نحن نتني الرجل بنعمل ايه? احنا كنا خدنا المرة اللي فاتت ان ان احنا نتني الرجل بنعمل الدايرتين ان مسلا ان هما لغاية الرجبة كده. صح? وبعد كان ننزل بدايرتين اللي هما لحد الادم من تحت. مش كده عشان ان احنا نقدر ان احنا هنتني الرجبة. اه ده مش صح. بصوا. ده مش صحيح. ليه? لان احنا خلي بالنا ان احنا عندنا الرجل هنا تلاتة بس. يعني هنحتاج لقاية الرجبة دايرة ونصف. وبعد كده لحد الادم دايرة ونصف. خلي بالكم قوي من الحتة دي. اه نسب الطفل غير نسب الرجل البالغ. اشتركوا في القناة بالطريقة دي تقدروا تحركوا الرجل زي ما انتوا عايزين وباي وضع تحبوه. هنعمل برضو الايد. اه كده احنا هناخد قولنا بالتفصيل الرسم الايدين والرسم الرجلين وازاي نحرك الشخصيات بالتفصيل بس الاهم حاجة نسبت النسب الاول. دايما دايما بأكد ان لازم الدواير تبقى بخطة خفيف خالص عشان نقدر نمسحها وتبقى شباينة معنا زي ما قلنا في اول درس خالص. لو هنرسم بنت هيبقى بقاردوا بنفس الشكل. اه تقدروا طبعا تشوفوا لازم تشوفوا درس زي رسمنا للمرأة. قلنا ان الجزء دايما بيبقى نازل على رفيع. وهنا هتاخد برضو دايرة ونص مش دايرتين زي المرأة بالزبط. وببقى نازل على رفيع كده وبعد كب يبدأ ان هو ايه? يبقى عريض. بتقدروا بقى ترسموها لبس غنطلون لبس فستان زي ما تحبوا. تفاصيل دي بتاعي تكنتو احنا بس الاول بنسبت نسب وبعد كده نبقى نحرك ونعمل كل اللي احنا عايزين. سوفر المقاس. انا استخدمت نقاس دا في الكبير وده في الصغير. اه كده رسمنا ولد وبنت بمنتهى السهولة وبنسب مزبوطة وصحيحة. طبعا كل ما هنصغر الحجم الدايرة كل ما هيدينا طفل حجمه اصغر او سنه اصغر. ده بشكل سريع بالنسبة لملامح الوش بتاعت الطفل احنا لسه ما اخدنا ايهش. اه لكن برضو الموضوع بسيط وان شاء الله نبقى نتطرق ليه في درس كورس البرتريه. اخدنا اه زي نرسم ملامح الشخص الكبير اه بالتفصيل الممل. اتمنى يكون الدرس بسيط وسهل بالنسبة لكم ان انتم تستفيدوا به. اه وما تنسوش بقى اللي مش عمل سبسكريب للقناة يعملوا لايك وشيري الفيديو. وفعالوا الجرس اش نسأل لكم كل الفيديوهات الجديدة. وما تنسوش تسيبوا لي تعليق. انت علي اكل اللي بتساعدني تحت الفيديو عن رأيكم فيه. ونتقابل الفيديوهات تانية كتير على خير بازن الله. اشتركوا في القناة